قد لا تصدق أن هذه المشاهدة من دمشق حياة وسهر وصخب وكأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد لم تمر على هذه المدينة أو على هذه الحفلة وحاضريها على وجه التحديد بعيدا عن مشاهد الطوابير وما يعانيه معظم السوريين من أزمات معيشية في مناطق سيطرة النظام وخاصة دمشق تظهر فئة أخرى أبطالها رجال الأعمال ومسؤولون وتجار وعائلاتهم ممن ينفقون مئات آلاف الدولارات لإقامة حفل زفاف أو مئات آلاف الليرات قيمة فاتورة بأحد المطاعم مواقع التواصل الاجتماعي شهدت على افتتاح أحد المطاعم في فندق من جملة النجوم الخامس في دمشق بلغ سعر الوجبة الواحدة فيه ما يعادل واحدا وستين دولارا مع استمرار التساؤلات حول الفئة القادرة على ارتياد هذه الأماكن مواقع أعلامية رصدت كلفة زفاف حفيد أحد رجال الأعمال التي تراوحت بين مائة وخمسين إلى مائتي ألف دولار في حين يفتقر أكثر من تسعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص إلى الغذاء الكافي في سوريا بحسب تقارير أممية الفوارق الطبقية باتت فاضحة والتناقض يتجلى بأوضح صوره مع انعدام وجود الطبقة الوسطى في المجتمع السوري وبحسب الأحصائيات الأخيرة لمركز فيريل الألماني قبل عام 2011 شكلت الطبقة الوسطى أكثر من ستين بالمائة من المجتمع السوري أما في عام 2016 لم تعود الطبقة ذاتها تشكل إلا ما نسبته تسعة ونصف بالمائة تقريبا بسبب التهجير أو القتل أو البطالة بات المجتمع السوري يعيش حالة في صام في بلد قسمه حاكمه إلى كوكبين متباينين كوكب الأسد حيث أغنياؤه يعيشون حالة من البذخ والتبذير وكوكب سوريا حيث فقراؤه يقفون لساعات لتحصيل أبسط احتياجاتهم وقد يموتون وهم في طابور الانتظار